ضحي خلفان يعود للحديث عن المشهد الليبي ولكن بصورة مختلفة هذه المرة عشرات التغريدات عبر حسابه على تويتر يتقمص فيها الرجل دور الناطق باسم قوات حفتر فيتحدث عن مكاسب عسكرية حققتها قواته في محاور القتال في جنوي ترابلس ومناطق طوق العاصمة تدمير ثلاث عربات مسلحة تابعة للمجموعة الإرهابية في واد الربيع ومقتل كل من كان بداخلها هنا يتحدث خلفان عن انشقاقات في صفوف القوات التابعة لحكومة الوفاق وانضمامها لقوات حفتر واستسلام عشرات الجنود بعد أن وقعوا في أسر قوات حفتر فضلا عن فرار مسؤولين في حكومة الوفاق إلى الخارج فخ محكم من قبل كتيبة طارق بن زياد ومئة وثمانية وعشرين في واد الربيع وتم أسر مجموعة من الميليشيات بآلياتهم الله أكبر ولله الحمد الرجل لم يكتفي بذلك بل قدم عبر تغريداتهما قال إنها توجيهات للشعب الليبي للالتفاف حول قوات حفتر حفتر ومن معه لا يريدون إلا أن تكون ليبيا للليبيين فقط وعضيدا للعرب يستخدم الرجل أسلوبا آخر فيجرب التغريدة باللهجة الليبية في تغريدة أورد فيها مزاعم عن أسر عناصر قال إنهم تابعون لحكومة الوفاق من قبل قوات حفتر تغريدات إذن تكشف عن تدخل إماراتي في الشأن الليبي خصوصا أن الرجل تقلد مناصب أمنية كبيرة في دولته التي تتهمها تقارير دولية بإغراق ليبيا بالسلاح عبر دعم قوات عملية الكرامة بالمال والسلاح لبسط سيطرتها على ليبيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر